بارك الله فيك هذا يستفسر عن آية كريمة في قوله تبارك وتعالى وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَأْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ دَلَالًا مُبِينًا نعم هذه الآية تدل على وجوب فعل ما أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو الأصل في الأمر أنه للوجوب ولا يتحول إلى الاستحباب إلا بدليل يصرفه عن الوجوب وليس الإنسان بالخيار إذا أمر الله ورسوله بأمر فليس هو بالخيار إن شاء فعل أو إن شاء لم يفعل بل هو ملزم بالطاعة وانتثال الأمر ما لم يدل دليل على أن هذا الأمر للاستحباب نعم